انطلقت عملية الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي بمدارس 12 محافظة بالإضافة لبعض المدارس الخاصة والمدارس التابعة للكنيسة في محافظتي القهرة والجيزة هذا وينتضم غدا ما يقرب من 24 مليون طالب وطالبة بباقي مدارس الجمهورية بجاميع محافظات الجمهورية وكذلك بالجماعات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية